بعد أن اختبر صبر الإدارة الأمريكية الجديدة لأكثر من مرة جاء الرد الأمريكي بقصف مواقع تابعة لفصائل مسلحة موالية لإيران في منطقة البوكمال الحدودية شرقي سوريا ليلة الخميس القصف جاء بعد أيام من استهداف قواعد أمريكية في مطار أربيل الدولي والسفارة في المنطقة الخضراء ببغداد اختيار المكان والزمان وطريقة التنفيذ للغارة يحمل بحسب مراقبين رسائل موجهة إلى أطراف عدة أولها في دمشق وآخرها في طهران مرورا بنفوذها في بغداد هذه ضربة بالحقيقة نفذتها طائرة الـ F-15 Eagle Strike كانت هذه المعلومة دقيقة فمعنى ذلك أن الإشارة هي أبعد بكثير من مسرح العمليات نعم الاستهداف كان لفصائل في سوريا ولكن الرسالة كانت إلى إيران على اعتبار أن الـ F-15 Eagle Strike إن عملت مع الـ F-35 فمعنى ذلك أنها تشكل طاقم قتال قادر على اقتحام السيادة لإيران وبالتالي الرسالة كانت متعددة الأهداف وبينما لم تفصح الإدارة الأمريكية عن وجود تنسيق مع الحكومة العراقية من عدمه وتجنب الأخيرة التصريح في الموضوع باعتباره خارج حدودها أشار وزير الدفاع الأمريكي إلا أن الفصائل المستهدفة سبق لها تنفيذ هجمات داخل العراق بينما يرى محللون أن موقع الضربة جاء لعدم إحراج الحكومة العراقية إلى جانب استهداف تحركات إيرانية لسيطرة التمة على الحدود السورية العراقية منذ أمد طويل من خلال بناء معسكرات ومقرات لميليشيات حزب الله وسيد الشهداء وفصائل أخرى على جانبي الحدود اختيار الولايات المتحدة قصف المعسكرات على الحدود العراقية السورية حقيقة الأشهر الثمانية الماضية إيران بنت أكثر من ثلاث معسكرات بحيث أحكمت سيطرتها على الحدود هناك ميليشيات أفغانية وإيرانية وعراقية من الجانب السوري بالطرف المقابل من الجانب الإراقي هناك أيضا ميليشيات إراقية مما قد يعطي مؤشر أن ممكن أن إيران في لحظة معينة تستخدم الحدود كورقة تفاوضية مع الولايات المتحدة المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 17 مقاتلا مواليا لإيران في الغارة الأخيرة بينما صرح المتحدث باسم البنتاجون أن الضربة التي دمرت عدة منشآت في نقطة سيطرة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران كانت على نحو محسوب يهدف إلى عدم تصعيد الأوضاع العامة في كل من شرق سوريا والعراق وينضم إلينا مباشرة من بغداد المحلل السياسي وجاسم المسوي سيد جاسم أرحب بك معنا إلى هذه النشرة بداية كيف تقرأ القصف الجوي الأمريكي الذي طالما وقع الفصائل موالية لإيران على الحدود العراقية السورية باعتبارها أولى الهجمات الأمريكية في عهد الرئيس بايدن يعني أنا طبعا أشكرك على كرم الاستضافة دعيني أقول هو أول اختبار للرئيس جو بايدن ربما الابتسام للرئيس جو بايدن قد أعتقد البعض أنه لا يرد وبالتالي هو لا ينظر إلى الداخل الجمهوري المنافس ملايين المواطنين الأمريكان ولا لما تعودت عليه الولايات المتحدة الأمريكية أنها ترد على من يحاول ضرب منشآتها أو عسكرتها أنا أعتقد الضربة فيها رسائل مهمة جدا هي ضربة وقفت في المنتصف هي لم تذهب إلى التفكيك وتفتيت وتدمير القدرات التي تقاتل بالنيابة عن إيران أو الذي يعتقد الجانب الأمريكي أنها تقاتل بحرب غير مباشرة وتركت المجال للجانب الإيراني لاستمرار كفة أخرى هي كفة الحوار لتصفية هذه الملفات لأن هذه الضربة لو كانت أقسى من ما شاهدنا بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرفين قادرة على أن تضرب أكثر من هذه الضربة لو أنها ذهبت إلى أبعد ستكون أنا أعتقد قد قطعت الطريق أمام طاولة وفسح المجال أمام الإيرانيين أيضا الجانب الأمريكي لا يمكن أن يمنع فرصة الانتصار للجانب الإيراني في ظل أجواء هناك مساعي أوروبية لأن يجلسوا الجانبين على طاولة واحدة أو العودة إلى خمسة زائد واحد والجانب الإيراني أنا باعتقادي أيضا تعرفين تضربة يعني إذا في ظل هذه المعطيات لا نستطيع أن نتوقع تصعيد من أي من الطرفين خلال الأيام المقبلة لا 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 أبدا 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 لن يكون هناك تصعيد وطبعا تعرفين في السياسة لا يوجد جزم ولكن أنا وفق المعطيات أقول لن يكون تصعيد لن تتحمل القدرات الإيرانية على أن تستمر في مواجهة الأمريكان بحرب استنزاف ولا الأمريكان عازمين على مواجهة إيران في حرب استنزاف وواضح أعتذر على المقاطعة التقرير الحكومي الذي من المفترض أن يصدر خلال 48 ساعة المقبلة فيما لو أدينت كتائب حزب الله العراق وسيد الشهداء هاتان الكتيبتان أليستان من ضمن هيئة الحجر الشعبي إذا ما أثبت ذلك وتورطهما في هذه الهجمات هجمات الكاتيوشا كيف من الممكن أن تتعامل هنا الحكومة العراقية مع هاتين الكتيبتين بالإضافة إلى ذلك هل من الممكن أن تتعرض الحكومة العراقية إلى ضغوط لعدم الإشارة لأي نوع من هذه الأسماء في تقريرها المنتظر يعني هناك خطرين الأول إذا ما الحكومة كانت هي أو استخبارات الحكومة فقط دعيني في هذه النقطة قد سلمت معلومات في الاستخبارات الأمريكية فأعتقد أن الحكومة ستواجه مشكلة كبيرة في الداخل على مستوى السياسة وعلى مستوى السلاح نفت يعني هي نفت وزارة اتفاع التعاون نعم بالنقطة الثانية أن هذه الفصائل طالما أن الحشد لا يعترف بأنها طالما تقاتل خارج الأراضي العراقية فهي لن تكون تحت مسؤولية الحشد المؤسسة الرسمية والحكومة العراقية لذلك الحكومة العراقية تدفع دائما وأبدا أن من يقاتل خارج عدوده لا يمثل المأسسة أو مؤسسة الحكومة العراقية ولذلك هي لا تريد أن تحسب ما يجري في سوريا من فصائل تقاتل في سوريا تحسب على الحشد وعلى الدولة العراقية أيضا الحكومة لا تستطيع الآن بشكل كبير جدا أن تجرف هذه القوة لأن هذه القوة أيضا لها قواعد ولها امتدادات وتستطيع أن تؤثر حتى في القرار السياسي وعلى المستوى الشعبي لذلك الحكومة تحاول أن تنأى عن الصراع وعن أذرع الغير مباشرة في القتال شكرا جزيلا لك كنت معنا مباشرة من بغداد المحلل السياسي جاسم الموسوي ممتنى لك كثيرا على الحضور